موسيقى موسيقى ابتد المشور حفظ من العرفة ألا للإنسان من احيان ومعنان مخطونا نحو تحقيق المعالي نصل الأيام أفلال ولعنى موسيقى 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 بالإنجازة من قصر الليالي لنبالي إنا قصر وتدامنا حيث كنا كان للحلم جدايا بشرق العالمين ومنشعبنا حيث كنا كان للحلم جدايا بشرق العالمين ومنشعبنا كم سهرنا كم صبرنا كم سعيدا ورأينا صاب بالجد كسدنا أكبر التاريخ غير أبجد عنا حيث كنا كان للحلم جدايا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقالان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلم ضياء وجعل العلماء ورثة الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأصفية وعلى آله وصحبه الأنقية صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي بن محمود آل سعيد الموقر راعي الحفل سعادة الدكتور سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي المحترم رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية المكرمون آضاء مجلس الدولة أصحاب السعادة الأفاضل أعضاء الهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومديري عموم الدوائر الحكومية بالمحافظة أولياء أمور الخريجين ضيوفنا الأفاضل إخوان الخريجين والخريجات حفلنا الكريم أعزائنا مشاهدي قناة عمان مباشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلنا البهي نحييكم في هذا اليوم الأغر من هذا الصرح العلمي الشامخ في هذه الأمسية المباركة وفي هذا الحفل المهيب لنحتفل بتخريج كوكبة متميزة من طلبة هذه الجامعة العريقة بفرع المصنعة وكلية التربية برستا إن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية منارة أكاديمية رائدة تحرص على خلق بيئة أكاديمية تعليمية مثالية وتسعى سعيا حثيثا نحو التطور والرقي والتميز ومواكبة المستجدات والاستجابة للمتغيرات بمنهجية واستراتيجيات متعددة الأوجه وطويلة الأمد يجري التخطيط لها جيدا وتنفيذها بعناية على أيدي كوكبة خلاقة من الهيئات الإدارية والأكاديمية والأكاديمية المساندة حملوا على عاتقهم المسؤولية بكل جدارة ورحابة صد وهم اليوم في قمة السعادة إذ يشاركون أبناءهم فرحة الإنجاز نفسح المجال لمساعد رئيس الجامعة بفرع المصنعة الدكتور ناصر بن سالم بن ناصر البيماني لإلقاء كلمة الجامعة فليتفضل مشكوراً لمخاطبة الحضور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ الحمد لله القوي القادر الولي الناصر الذي جعل العقل أنفس الكنوز والذخائر وجعل العلم أربح المكاسب والمتاجر فشرفت بإثباته الأقلام والمحابر وتزيَّنت بأنواره المحارب والمنابر وتحلَّت برقومه الأوراق والدفاتر والصلاة على رسوله الطاهر وعلى آله وصحبه ذو المفاخر صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي بن محمود آل سعيد الموقَّر راعي الحفل سعادة المهندس مسعود بن سعيد بن هاشم الهاشمي محافظ جنوب الباطنة المحترم سعادة الدكتور سعيد بن حمد بن سعيد الرباعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية المحترم المكرَّمون أعضاء مجلس الدولة أصحاب السعادة والشيوخ والأعيان الأفاضل أعضاء الهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية وجميع منتسبي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ربوع السلطنة الأفاضل الآباء والأمهات والأسر الكريمة أبناء الخريجين والخرجات متابعي حفلنا عبر قناة عمان مباشر الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ها نحن اليوم نشهد حفلة خرُّج طلبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع المصنعة والكلية التربية بالرُّستاق للعام الأكاديمي عشرين ثلاثة وعشرون وعشرون أربع وعشرون ميلاديًا تتويجًا لما بذلوه من جُهدٍ طوال سنواتٍ مضت لنيل الدرجات العلمية والمهارات المعرفية ليخوضوا غمار ميادين العمل بكل جدارةٍ واقتدار فوجٌ جديدٌ حمل لواء العلم والمعرفة تحقيقًا لرؤية جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ورسالتها السامية في إعداد أجيالٍ جامعيةٍ واعدة من خلال تهيئةٍ بنيةٍ تحتيةٍ ذات جودةٍ عالية تُسهمُ في إرساء قواعد التعليم التقنيِّ والتطبيقي وصقل المهارات التقنية والتربوية ليكتمِل رصيدًا ليمتلكوا رصيدًا متراكِمًا ومتجددًا من الخُبرات والمعارف والتجارب التي تُؤصِّل القيم والمبادئ والسلوك الرفيع كما توفِّر بيئةً داعمةً والمحفِّزة للبحث العلمي والابتكاري وريادة الأعمال من هذا المنبر نُؤكِّد التزامُنا بجودة التعليم وخدمة المجتمع ترسيخًا لمهمتنا الجليلة في إعداد الخريجين المؤهَّلين والشغوفين بالمعرفة لرفض المؤسسات والقطاعات المُختلفة بكوادر ذات كفاءةٍ عالية آخذين على عاتقنا مسؤولية رفعة هذا الوطن العزيز بما يتناغمُ مع رؤية عمان عشرين عربعين أيها الحفلُ البهيج إنه لمن دواع سرورنا في هذه الليلة البهيجة أن نُتوِّجَ ثمانمائة وخمس خريجًا وخريجة موزَّعين على أربع كلياتٍ علمية كلِّة التربية كلِّة الهندسة والتكنولوجيا كلِّة علوم الحاسوب والمعلومات وكلِّة الاقتصاد وإدارة الأعمال بعد إعدادهم أكاديميًّا وفنيًّا وتقنيًّا للمشاركة في بناء مجتمعٍ قويٍّ معزَّزٍ بالعلم والثقافة والسمت الرفيع أيها الحضورُ الكريم يطيب لي من هذا المنبر أن أُسرِد لكم أبرز الإنجازات التي حقَّقتها جامعتنا التقنية بفرع المصنعة وكلِّة التربية بالرُّستاق في مُختلف المحافل المحلية منها والدولية ونُسلِّط الضوء على أبرز الإنجازات التي حقَّقها الطلبة والهيئة الأكاديمية على حدٍّ سواء فقد سعينا بكل جدٍّ لوضع اسم الجامعة على خارطة على الخارطة الإكليمية والعالمية للتقدُّم التكنولوجي والبحث العلمي والابتكار حيث حصل فرع المصنعة على عديدٍ من المراكز ونال العديد من الجوائز منها على سبيل المثال وليس الحصر أولًا الحصول على تمويلٍ قارب الثمانين ألف ريالٍ عماني من شركائنا في القطاعين العام والخاص في مجالات البحث العلمي والتقني والتكنولوجي فكانت نتيجة ذلك أن نشر الفرع تسعة وعشرين ورقةً علميةً في مجلاتٍ علميةٍ مُحكَّمة ثانياً تحقيق المركز الأول في النُسخة السابعة من مسابقة الروبوتات على مستوى دول المجلس التعاوني والتي أشرفت عليها جمعية الهندسة والتقنية ثالثًا الحصول على المركز الثاني في مسابقة الابتكار في مجال إنترنت الأشياء بجامعة الأمير نورة بالمملكة العربية السعودية كما حصلت كلية التربية بالرستاق على العديد من المراكز والإنجازات أهمها أولًا تمويلٍ لستة بحوثٍ علمية كما نشرت ثلاثًا وتسعين ورقةً علميةً في مجلاتٍ علميةٍ مُحكَّمة ثانياً جائزة الوطنية للبحث العلمي في قطاع الثقافة والعلوم والاجتماعية والأساسية عن فئة حملة شهادة الدكتوراه ثالثًا جائزة أفضل مشروعٍ عن فئة العلوم المفتوحة فيها كثون ناسا لتطبيقات الفضاء بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء أبناء الخريجين وبنات الخريجات وأنتم تنظون في دروب الحياة قد تجدون بينما تطمحون إليه والواقع تحدياتٌ لا يتخطاها إلا من ثابر وصبر وبمراده ظفر فتخرُّجكم اليوم لا يعني نهاية المشوار بل هو بدايةٌ لمستقبلٍ واعدٍ ستوظِّفون فيه كثيرًا من المعارف والمهارات التي اكتسبتموها خلال مشواركم الدراسي عُمانُنا بانتظاركم فشمِّروا عن سواعد الجد واعتزُّوا بأنفسكم وارتقوا بهويتكم فإن مسؤولية الوطن أمانة وأنتم أهلٌ لذلك فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم أولياء الأمور الأعزاء سيقفُ أبناءكم اليوم إجلالًا لكم شاكرين جهودكم الجبَّارة ومساعيكم الحثيثة وما أفنيتموه من أعماركم وما قدَّمتموه من تحضحياتٍ محبَّةً وسماحةً وحرصًا على مصلحتهم فقد آنَ لكم أن تُفاخِرُوا بهم وبإنجازهكم وبإنجازهم فلكم خالص التهنئة وعظيم الإمتنان حفلُنا المبارك اسمحوا لي في هذا المقام أن أتقدَّم بجزيل الشكر والتقدير للإدارات التي سبقتنا في هذا الصرح العلمي الشامخ وعملت بدأبٍ على ترسيخ القواعد وتحقيق المنجزات وإنا ماضون على ذات الدرب مواصلةً لمسيرة التقدُّم والعطاء كما أودُّ في هذا المقام أيضًا أن أشكر الهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية على جهودهم للوصول إلى هذا الإنجاز العظيم وشكرُنا موصولٌ إلى جميع شركائنا الداعمين من المؤسسات الحكومية والخاصة على جهودهم المقدَّرة في مجال البحث العلمي ونقل التكنولوجي والتأهيل والتدريب وتعاونهم المتواصل لضمان ديمومة واستقرار المخرجات المدربة والمؤهلة كما أخُصُّ بالشُكر الجزيل لللجان المنظمة التي عملت بجدٍ وحرصٍ لإنجاح هذا الحفلُ البهيج فهنيئًا لكم ولنا أجمعين هذا التميُّز وختامًا أصالةً عن نفسي ونيابةً عن منتسبيي هذا الصرح العلمي العظيم يُسعدني أن أتقدَّم بخالص الشُّكر والتقدير لصاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي بن محمود آل سعيد المُوقَّر لتكرُّمه برعايته هذا الحفل والشُكر موصولٌ لسعادة الدكتور سعيد بن حميد بن سعيد الرباعي رئيس الجامعة المُحترم مُثمِّنين دعمه اللامحدود وتشقيعه المُستمر ورعايته الكريمة لكافة مناشط الفُروع الجامعة حفِظَ الله بلادنا الحبيبة سلطنة عُمان عظيمةً بأبنائها شامخةً بمنجزاتها ترفُل في حُلَلٍ الأمن والأمان والرخاء والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان الهيثم بن طارق المُعظَّم حفِظَهُ الله ورعاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تشمع حفظاً من عرفنا أنّا للإنسان من نحياه معنا فَخَطَوْنَا نَحْوَ تَحْمِيقُ الْمَعَالِينَ نَصِلُ الْأَيَّمَ أَصْلَى وَلَعْمَا أيها الجمعُ الكريم أيامٌ مرت على الطلبة في منعطفات الجامعة ومنحنياتها بين لحظات يُسر ولحظات شدة قضوها بين العمل والأمل فتاقت أنفسهم إلى قطف الثمار واعتلاء منصات التكريم فما أجملها من مناسبة الآن نبقى مع كلمة الخريجين تُلقيها الغريجة نُسيبا بنت خليفة بن محمد العمرانية كلية التربية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثناءً وشكراً الحمد لله اعترافاً وتقديراً والصلاة والسلام على المصطفى محمد من طابت سيرته شذى وسارت عبيراً وعلى آله وصحبه الأبرار صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي بن محمود السعيد الموقر راعي الحفل سعادة الدكتور سعيد بن حمد بن سعيد الربيع المحترم رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أعضاء الهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية أولياء الأمور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الخريجين أخوات الخريجات باسمكم أتحدث وأقف هنا لأمثلكم وأزجي لكل من يستمع إلينا كلمات شكرنا وأفصح عن مشاعرنا في هذه اللحظات التي ظللنا ننتظرها من أول يوم التحقنا فيه بهذه الجامعة وكل منا يرنو إلى هذا اليوم ويمضي نحوه بخطوات واثقة ليصل إلى هذا العرس البهيج الذي نعيشه الآن واقعا يكاد جماله ينطق وقد أصبح حقيقة تفوق المنطق ما أجمل الإنجاز وهو يولد بعد أعوام من السعي الدؤوب أيها الحفل المبارك نحن نؤمن بأن بناء الأوطان لا يكون إلا بسواعد بنيها فهم عماده المتين ومستقبله الزاهر وأن البناء والتعمير قوامه التعليم لذا كان التعليم بحق أساساً قوياً اتكأنا عليه في تكوين شخصياتنا وبناء مهاراتنا وسمو خبراتنا حتى نؤكد رؤية الجامعة ونحمل بأمانة رسالتها ونطبق قيمها وهذا كله بفضل ما تلقيناه من إعداد وتأهيل وتدريب يتناسب ولغة العصر ومتطلبات العمل وحاجات السوق وطننا الحبيب يحتاج إلى كل جهد شبابي في سبيل نهضته وإننا نغتنم هذه المناسبة المجيدة لنتعهد لهذا الوطن الغالي ولقائد مسيرته الظافرة بأننا سنكون جنوداً أوفياء في كل ميادين العمل والإنتاج حضورنا الأفاضل يطيب لي في الختام باسمي وباسم جميع الخريجين والخريجات أن أتقدم بوافر الثناء والتقدير لصاحب السمو السيدة الدكتور أدهم بن تركي بن محمود آل سعيد لتفضله بالرعاية الكريمة لهذا الحفل والشكر أجزله للهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإدارية لكل جهد بذل في سبيل رعايتنا والعناية بنا ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشكر أولياء أمورنا الذين لم يبخلوا بشيء في متابعتنا وتلبية حاجاتنا كما نشكر مؤسسات المجتمع المختلفة التي أسهمت في تنمية مهاراتنا وصقل مواهبنا بفسح المجال لتدريبنا والشكر لقناة عمان مباشر أخيراً نسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن الغالي وأن يبارك الأعمال والمساعي في ظل الرعاية الكريمة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وكل عام والجميع في أمان وخير وعافية والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته شكراً أيها الحفل الكريم بعد أعوام من الجد والإجتهاد انقضت توجه الخريجون بالنجاح الباهر والتفوق الظاهر يملأ جوانحهم الحماس وتقودهم العزيمة نبقى الآن مع كلمة بيان التخرج تلقيها الدكتورة ليلى بنت محمد بن حميد الشندودية عميدة كلية التربية بالرستاق فلتتفضل مشكورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما الآن يسرني ونيابة عن الأفاضل أعضاء مجلس الجامعة المحترمين دعوة أبنائنا الخريجين والخريجات أتكرم بالوقوف لأتلو عليهم بيان التخرج استناداً إلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وبعد إكمال جميع متتطلبات التخرج من نجاح وبناء على توصية المجلس الأكاديمي وموافقة مجلس الجامعة تقرر منحكم الدرجات العلمية بحسب مؤهلاتكم الأكاديمية مع ما يصاحب هذه الدرجات من حقوق وامتيازات شكراً لكم وتفضلوا بالقلوس حفلنا الكريم لا يصل الخروج إلى منصات النجاح دون أن يمر بمحطات التعب وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في هذه المحطات فالإرادة الصادقة قوة جبارة تدفعه دفعاً إلى الأمام وتجعله يتخطى كل العراقيل لتحين بعد الصبر والعنت اللحظة الذي ينتظرها الخرجون وما أحلاها من لحظات ندعو صاحب السمو السيدة الدكتور أدهم بن تركي بن محمود آل سعيد الموقر راعي الحفل والدكتورة ليلة بنت محمد بن حميد الشندودية عميدة كلية التربية بالرستاق لتكريم أوائل الخريجين وتوزيع الشهادات على خريجي كلية التربية بالرستاق المترجم للقناة تخصص اللغة الإنجليزية ردعيناه بنت لطيف بن حميد الكيومية قسم العلوم تخصص الكيميا غدير بنت علي بن عبدالله الشكالية تخصص الأحياء موزه بن سالم بن أحمد الوشاحية تخصص الفيزياء عوافي بنت حبيب بن سالم الحبسية تخصص الرياضيات مزون بنت يوسف بن سعيد العلوية ندعو الدكتورة رحمة بنت عبدالله بن أحمد الفورية مساعدة العميد للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية ندعو الدكتورة شريفة بن سعيد بن علي العدوية رئيسة قسم اللغة الإنجليزية وآدابها للمشاركة في تسليم الشهادات كلية التربية اسم اللغة الإنجليزية وآدابها تخصص اللغة الإنجليزية شهاب بن حمد بن سالم الكلباني آدم بن محمد بن سالم المقرفي محمد بن حامد بن قصود السليمي أنس بن سعيد بن خلفاني الفوري معاذ بن محفوظ بن خميس الشامسي حمد بن ناصر بن حمد الخنبشي المهنى بن ثاني بن عمير الكاملي فيصل بن عبد الله بن علي العوفي مصعب بن هلال بن جمع الخنبشي صالح بن عيسى بن صالح أولاد ثاني صادق بن سيف بن سالم العقمي محمد بن راشد بن سيف الشهومي عبد الوهاب بن سالم بن راشد الرهاش الهاشمي سمير بن سالم بن سليمان العبري حمد بن أحمد بن عبد الله البلوشي عمر بن سليمان بن علي البلوشي حمود بن سعيد بن عبد الله المطاعني أنس بن سيف بن مبارك الحنظلي خالد بن مسعود بن سيف الصواعي علي بن ناصر بن خلفان الشرقي عبد الله بن علي بن سالم اليزيدي مانع بن بن محمد بن راشد المنعي مروان بن محمد بن عبد المعمري مصعب بن خميس بن ناشي بالحمحمي لقمان بن هلال بن عامر النعماني مصعب بن حسن بن إبراهيم المعمري سعيد بن سلطان بن سعيد الكعبي حسن بن مرهون بن سيف البدوي المعتصم بن سعيد بن مبارك الحسني محمد بن بدر بن سيف الرواحي سالم بن عبد الله بن سالم الغافري ناصر بن يعقوب بن راشد الخاطري زاهر بن الأزهر بن زهران الهنائي سعيد بن علي بن ناصر المقرفي عزان بن عبد الرحمن بن خليفة القهوري بدر بن محمد بن سالم الوشاحي الياس بن سليم بن شنون الشعيبي أحمد بن سيف بن سالم الشيدي داود بن سليمان بن خلفان الحاتمي سالم بن سعيد بن سالم الحمداني سامي بن حمود بن محمد الناصري سليمان بن حسن بن عبد الله البلوشي جهاد بن عادل بن حمدان الرديني الوليد بن ناصر الوليد بن خالد بن ناصر الضوياني محمد بن خليل بن محمد السيابي يزن بن أحمد بن عزيز العامري مقد بن سعيد بن علي المعمري وسام بن سليمان بن محمد السلماني وسام بن عبد الله بن سقر شكيلي أفلح بن عبد الله بن سعيد الهنائي محمد بن ذياب بن غانم الكثيري سالم بن خميس بن سالم المحقري وعمر بن محمد بن سليم المحقري المهى بن سليمان بن سالم المرشودية بيان بنت جمعة بن عبد الله الصولية بوثينه بن سعيد بن عبد الله الكيومية رهان بن ناصر بن خليفة العبرية راوية بن ناصر بن سيف العلوية قهينه بن خليفة بن علي الغافرية روان بن حمد بن حمد القرية بشائر بنت حمد بن حمد البراشدية سليمه بن حمد بن سعيد المشرفية وطفة بنت علي بن حمد القنوبية روى بنت سعيد بن حمد السليمانية اقتباس بنت مرهون بن سلام السليمية ماريا بنت علي بن عبد الله التوبية الشفاء بنت حمد بن سالم العمرية رهف بنت قاسم بن محمد العوفية نظيمه بن خميس بن سعيد العمرية بشرا بنت مصمح بن غريب السعيدية أثير بن صالح بن محمد الحوسنية سميه بن سعود بن علي العزوانية غاده بن تناصر بن سليمان الغسينية بيان بنت عبد الله بن خميس الشخصية سارة بنت خميس بن سعيد الحاتمية الزهراء بنت محمد بن سعيد المقرفية فاطمة بنت عبد الله بن سالم الدبدوب وخلود بنت سعيد بن مسعود البادية نشكر الدكتورة شريفة بنت سعيد بن علي العدوية رئيسة قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ندعو الدكتورة أمل بنت ياقوت بن حافظ الصبحية رئيسة قسم العلوم للمشاركة في تسليم الشهادات كلية التربية قسم العلوم تخصص الكيمياء طارق بن ياسر بن حمد الحاتمي قسامة بن عيسى بن جمع الجديدي محمد بن يحيا بن محمد الجولنداني سعيد بن راشد بن حميد الكندي عبد العزيز بن سالم بن ناصر القراري حمد بن محمد بن خلفان الوشاحي حمزة بن أحمد بن عبد الله الأغبري حسن بن علي بن سعيد الرواحي مازن بن سعيد بن سليمان القاسمي محمد بن سليمان بن سالم الأغبري محمد بن صالح بن سالم الساعدي بدر بن ناصر بن صالح الستني أحمد بن حمود بن سيف الشبيبي عمر بن محمد بن سعيد السعدي الأزهر بن عبد الله بن علي البلوشي فارس بن فائل بن خميس الجعفري محمد بن خليفة بن حمد الجعفري علي بن سالم بن راشد الجنيبي سعود بن مسعود بن خلف الذهلي مسعود بن حمود بن محمد السيابي خالد بن أحمد بن سعيد فدعير المهري محمد بن عامر بن سويدان الزرعي أيثم بن خميس بن عامر الحاتمي سالم بن حمد بن سالم الجنيبي خليفة بن حمد بن محمد الجحافي ومهند بن سعيد بن المبارك المعمري فاطمة بن تماجد بن حمد الهاشمية ريحاب بن عبد الله بن سليمان الريامية شيخة بن ضحي بن محمد الرشدية وميما بن جمعة بن سعيد الهاشمية أماني بن سعيد بن راشد الحاتمية إيمان بن محمد بن عبد الله المخمرية سهام بن سالم بن جمعة النظيرية أنفال بن سالم بن ناصر الكويلية وعد بن سعيد بن جمعة الصخبورية نورة بن محمد بن سالم المالكية طيف بن حمير بن سعيد الفارسية أنفال بن فهر بن علي السلامية سليمة بن سعيد بن خميس الجابرية أزهار بن زاهر بن سعيد التوبية رسل بن محمد بن ناصر القاسمية من هاد بن سالم بن أحمد شعلول الشحرية وسلم بن تراشد بن محمد لقدانية تخصص الأحياء أسعد بن خليفة بن مبارك الفاخري إلياس بن حمدان بن منصور العبري ناصر بن عبدالله بن ماجد الفلاحي سالم بن سليمان بن سالم الراشدي هاني بن اسماعيل بن محمد الريامي عمار بن محمد بن سعيد المقبالي أيوب بن سالم بن عبدالله القطيطي الوليد بن سعيد بن ناصر الحاتمي علي بن صلاح بن علي الراسبي أنس بن سلوم بن سعيد الحسيني راشد بن حمد بن سعيد الدوحاني جلال بن شدين بن حليس السباعي أحمد بن عامر بن سيف الزيابي مانع بن سعود بن سعيد الحكماني بشار بن ناصر بن علي الشهومي مهند بن علي بن خميس البريكي نوح بن جابر بن زيد السلماني مسعود بن سليم بن عامر الجنيبي سعيد بن علي بن راشد الشحي مانع بن فائل بن خادم الزرعي خالد بن خلفان بن سيف القاسمي سيف بن خميس بن سالم المخابي سليمان بن داود بن سليمان القاسمي حامد بن علي بن حمد العامري محمد بن هلال بن سالم الحربي وحمايد بن حمود بن علي العامري أماني بنت عبد العزيز بن حميد المعمرية ملاك بنت صالح بن خميس السعدية عبير بنت أحمد بن حريب العوامري ضياء بنت محمد بن طالب المحروقية أريم بنت سعيد بن صالح العريمية سارة بنت علي بن حميد السعدية سليمان بن سعيد بن مبارك السعدية نوسيبا بن خليفة بن محمد العمرانية نور بن مراد بن جمعة السعدية آيا بن صالح بن حمود التميمية اليقيم بن تحميد بن عبد الله الغافرية شهد بنت محمد بن سيف الفهدية شمسة بنت خلفان بن راشد الجابرية نرجس بنت سليم بن سالم العمرية أماني بنت محمد بن سيف السعدية أماني بنت فايز بن غريب الزرعية نشلا بن سعيد بن الصغير الوهيبية ميثاء بن سعيد بن محسن الوهيبية واليمام بن سالم بن محفوظ عاران الشحرية تخصص الفيزياء جاسم بن محمد بن سيف العبري أيثم بن خليفة بن بشير الحاتمي محمد بن يحيا بن حميد الخصيبي عبد الله بن علي بن سعيد آل عبد السلام عثمان بن سويدان بن عقيدان المضيلعي محمد بن خليفة بن سعيد المزيني أحمد بن غنيم بن سالم النظيري علي بن عبد الله بن خلفان الراسبي عبد الله بن ناصر بن مبارك العلوي فهد بن عبد الله بن سعيد الهاشمي فارس بن حمود بن عبد الله الشهيمي أسامة بن عبد الله بن مرهون الفهدي المهند بن محمد بن سعيد الخاطري عمر بن ناصر بن سالم برياء عمر بن عادل بن ربيع السناني مهند بن حمود بن سالم الأغبري مالك بن حمد بن علي السعيدي ومهند بن فائل بن سعيد الحربي ابتهال بنت علي بن سعيد الشكالية يارى بنت محمود بن محمد الراشدية زمزم بنت محمد بن ناصر النيرية طيف بنت عبد الله بن محمد المعمرية بلقيس بنت ياسر بن جمع الكحالية رحمة بن سالم بن طالب الشكالية خديجة بنت خليفة بن خلفان السقرية ياسمين بن سليمان بن حمد العلوية ندى بن سالم بن عبد الله هلائية عبير بن زايد بن مسعود الذخرية مروى بن تعالي بن عبد الله هل عبد السلام الفراءة بن حمد بن سعيد الحرمالية أروى بن تعالي بن سيف التوبية أميمة بن يوسف بن سلام الريامية مزنى بن سليمان بن هلال الدغارية شيما بنت مصور بن سالم الفهدية سنة بن حمد بن صالح الزرعية سنة بن ناصر بن سيف الجابرية أسماء بن حمد بن حمد الساعدية أروى بنت عامر بن ناصر الشلية منال بنت عيسى بن حمد الخاطرية ونصر بن حمد بن سالم الجحافية نشكر الدكتورة أمل بن تياقوت بن حافظ الصبحية رئيسة قسم العلوم الآن ندعو الدكتور محمد بن سعيد بن محمد الغافري رئيسة قسم الرياضيات للمشاركة في تسليم الشهادات تخصص الرياضيات محمد بن ناصر بن محمد الغنبوسي هلال بن حمد بن هلال الهدابي محمد بن عبدالله بن سالم الحجري حسام بن مبارك بن ناصر المياحي راشد بن ناصر بن راشد الغداني علي بن سالم بن علي الزرعي عبد الرحمن بن علي بن سيف المشايخي أنس بن خليفة بن محمد المشايخي أرحم بن علي بن عبدالله الشحي سعيد بن خليفة بن سعيد الجديدي سعيد بن عبد بن سليم النهدي محمود بن هاشل بن سالم السعيدي حمزة بن حمد بن حمد بن حميد الجولنداني حمزة بن بن حمد بن حمد بن سعيد المقبالي عوض بن راشد بن عامر السعدي خالد بن راشد بن أحمد الشحي عدنان بن يوسف بن محمد عدنان بن يوسف بن محمد الشحي محمد بن سعيد بن حمد العبري محمد بن عبدالله بن حمد الحكماني يونس بن شيخان بن علي الصبحي عبدالرحمن بن سليم بن سالم الحرسوسي تميد بن محمد بن سالم العوامري محمد بن خليفة بن نكد الزرعي محمد بن سعيد بن سالم الوهيبي ياسر بن راشد بن جعروف الحنظلي ومحمد بن راشد بن سيف السيابي فاطمة بنت محمد بن سالم الغسينية ميساء بن سليمان بن علي الشكالية تودد بن محمد بن سالم الرواحية شذا بنت محمد بن ناصر العوامري سارة بنت منصور بن عبدالله العمري بلقيس بنت محمد بن سعيد الحسينية سارة بنت خميس بن سعود المالكية خديجة بنت حمد بن سيف السلطية أمل بنت عثمان بن علي الراسبية غيداء بن ظاهر بن حمد السعدية ابتهال بنت يعقوب بن حمد السباعية وجود بنت حمد بن سليمان القنوبية هباب بنت هلال بن سعيد الشعيبية انهيى بنت سعيد بن ناصر الهاشمية شهد بنت حمود بن أحمد الراشدية حميدة بنت علي بن جمع النظيرية مريم بنت حمود بن حميد الجامعية وثمنا بنت مسلم بن محسن الوهيبية نشكر الدكتورة لإلى بنت محمد بن حميد الشندودية عميدة كلية التربية بالرستاق والدكتورة رحمة بنت عبدالله بن محمد الفورية مساعدة العميد للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية كما نشكر الدكتور محمد بن سعيد بن محمد الغافري رئيس قسمي الرياضيات ندعو الدكتور ناصر بن سالم بن ناصر البيماني مساعدة الرئيس بفرع مصنعة لتكريم أوائل الخريجين وتوزيع الشهادات على الخريجين بفرع مصنعة كما ندعو الدكتورة نهاد بنت عبدالله بن محمد الزجالية نائب مساعدة الرئيس للشؤون الأكاديمية للمشاركة في تكريم أوائل الخريجين كلية الهندسة والتكنولوجيا قسم الهندسة البكالريوس التقني تخصص الهندسة الميكانيكية أحمد بن خميس بن سليم الأغبري تخصص الإلكترونيات والاتصالات عبدالرحمن بن خميس بن مبارك المحذوري الدبلوم المتقدم التقني تخصص الهندسة الكهربائية إدريس بن ضاحي بن جميل النوفلي كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال قسم إدارة الأعمال الدبلوم التقني تخصص إدارة الموارد البشرية عقيل بن بلال بن غريب البلوشي كلية الهندسة والتكنولوجيا قسم الهندسة البكالريوس التقني تخصص الهندسة الكهربائية إخلاص بنت محمد بن إبراهيم البحرية تخصص هندسة الحاسوب مرام بن غانم بن فايز الحراسية الدبلوم المتقدم التقني تخصص الإلكترونيات والاتصالات سارة بنت محمد بن أحمد الحراسية الدبلوم التقني تخصص مسحي الكميات مناب بن علي بن حمد العبرية كلية علوم الحاسوب والمعلومات قسم تقنية المعلومات البكالريوس التقني تخصص أمني المعلومات شذاب بن ناصر بن خميس السالمية تخصص الشبكات مجدى بنت غالب بن خميس السنانية تخصص هندسة البرمجيات شيماء بنت عبد الله بن منصور الحراسية الدبلوم المتقدم التقني تخصص أمني المعلومات زينب بن فاضل بن حمد الشكالية تخصص الشبكات عائشة بنت علي بن ناصر الجهورية الدبلوم التقني تخصص الشبكات حورية بنت ثاني بن سعيد الحراسية تخصص تطوير البرمجيات غدير بن سعيد بن سالم العبرية كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال قسم إدارة الأعمال بكالوريوس العلوم التسويق تخصص المبيعات والتجزئة منال عبد الوهاب البكالوريوس التقني تخصص إدارة الموارد البشرية بثينا بنت محمد بن سعيد السيابية شيخة بنت ساعد بن علي السعيدية تخصص المحاسبة فاطمة بنت محمد بن سالمين المعولية تخصص التسويق زينب بنت علي بن مرزوق العجمية الدبلوم المتقدم التقني تخصص إدارة الموارد البشرية مريم بنت عبد الله بن جابر التميمية تخصص المحاسبة عنود بنت عبد الله بن منين السيابية الدبلوم التقني تخصص المحاسبة ابتهال بنت حمد بن سعيد البدرية نشكر الدكتورة نهاد بنت عبد الله بن محمد الزجالية نائبة مساعدة الرئيسي للشؤون الأكاديمية ندعو الدكتورة مونيا بنت محمد بن سعيد الفارسية نائبة مساعدة الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بفرع المصنعة كلية الهندسة والتكنولوجيا كما ندعو الدكتور نصر بن حمود بن حمد الهدابي رئيس قسم الهندسة للمشاركة في تسليم الشهادات كلية الهندسة والتكنولوجيا قسم الهندسة البكالوريوس التقني تخصص الهندسة الكهربائية أحمد بن طالب بن ناصر الهنائي سيف بن ناصر بن سليمان اللمكي محمد بن سعيد بن حميد العوفي معاذ بن صالح بن محمود الفارسي ألهم بن خالد بن سعيد العوفي يوسف بن يعقوب بن يوسف الفارسي حاتم بن ناصر بن عبد الله الصبحي حارث بن ناصر بن سيف المسروري عبد الوهاب بن سعيد بن علي الكلباني مشعل بن عبد الله بن سعيد الحارثي إبراهيم بن ماقد بن حمد الراجحي وإبراهيم بن سيف بن عبد الله النوفلي البكالوريوس التقني الهندسة الكهربائية عفان بن درويش بن سعيد اليحيائي البكالوريوس التقني تخصص الهندسة الكهرباء الميكانيكية عبد العزيز بن محمد بن سالم البلوشي إبراهيم بن محمد بن ذياب الحوسني حمد بن سعيد بن هاشي اللعويسي إبراهيم بن خلفان بن عبد الله الحراسي حمد بن سالم بن حمد المعولي خميس بن مرهوم بن سقاط الحاتمي مازن بن محمد بن سالم لقريني إسلام بن صالح بن حمدان البلوشي بدر بن سعيد بن منصور النعبي عبد المطلب بن يعقوب بن حمد الذهلي سيف بن حمد بن ناصر الكيومي قذافي بن سعود بن محمد الريامي فيصل بن خميس بن محمد الحراسي يوسف بن عيسى بن يوسف البحراني درويش بن عيسى بن درويش الفلاحي والمعتصم بن خليفة بن سالم السعيدي البكالوريس التقني الهندسة الميكانيكية منذر بن سعيد بن محمد الغافري قصي بن إبراهيم بن محمد النعبي عصام بن قاسم بن شوكة البلوشي سليمان بن ناصر بن شامس الذهلي خميس بن خليفة بن خميس الصوافي وزهران بن عبد الله بن زهران البكري البكالوريس التقني تخصص الإلكترونيات والاتصالات محمد بن سعيد بن أحمد الهنائي عبد الله بن يوسف بن محمد البلوشي لؤي بن يحيى بن طالب الحمداني محمد بن خليفة بن نصير اليحمدي والمهند بن راشد بن محمد المعولي البكالوريس التقني هندسة الإلكترونيات والاتصالات عبد السلام بن غريب بن عبيد الحديدي البكالوريس التقني تخصص هندسة الحاسوب سعيد بن ساعد بن سعيد السعدي الدبلوم المتقدم التقني تخصص الهندسة الكهربائية علي بن خميس بن حمد المعمري حمد بن سالم بن محمد الخضوري ويزم بن راشد بن حميد السعدي تخصص الهندسة الميكانيكية أفلح بن علي بن محمد الحراصي قحطان بن سيف بن محمد الصبحي عبد الرحيم بن راشد بن سعيد الرواحي أحمد بن عوض بن ناصر الشكيلي معاذ بن راشد بن صالح السعدي وسعيد بن سيف بن خميس السعدي تخصص الالكترونيات والاتصالات الخطاب بن خميس بن عبدالله القرادي الدبلومة التقني تخصص الهندسة الكهربائية إبراهيم بن مسعود بن محمد الغساني سالم بن مبارك بن سالم الحنظلي ناصر بن عبدالله بن مبارك البسامي محمود بن ناصر بن خميس الكيومي ياسين بن داود بن حمد البحري أسعد بن عوض بن عبدالله البلوشي شهاب بن أحمد بن علي الهنائي قيس بن خميس بن سعيد العوفي معتصم بن علي بن مرهون العبري قيس بن عبدالله بن عيسى اللمكي أسعد بن خميس بن ضاح النعماني أنور بن جمعة بن المر العبري محمد بن مبارك بن سالم الثيابي سيف بن مسعود بن محمد الناصري عزام بن محمد بن ناصر السعدي حاتم بن سالم بن علي الحاتمي محمد بن غانب بن محمد الهلالي عبدالله بن حمد بن عبدالله العامري هزاع بن فهد بن سيف المعولي أحمد بن ساعد بن حمد السعدي سعدي ومؤيد بن بدر بن ياسر السليماني تخصص الهندسة الميكانيكية أحمد بن عيسى بن سيف المعولي المعتز بن محمد بن محسن الهاشمي حسان بن ناصر بن حمد الفجري ناصر بن سعيد بن ناصر الحراصي محمد بن سالم بن خلف المياحي المختار بن ربيعة بن سيف الربيعي سالم بن سليمان بن سالم المقبالي خالد بن سالم بن مصبح الحمداني أحمد بن خميس بن راشد الهنائي سعود بن سيف بن راشد البدوي محمد بن رهين بن سعيد الحلحلي محمد بن سالم بن محمد الشماخي داود بن سليمان بن عبدالله السعيدي وعمر بن محمد بن عمر الشقصي تخصص الإلكترونيات والاتصالات فهد بن محمود بن إبراهيم العبري عبدالرحمن بن ناصر بن طالب الشكيلي وعبدالله بن سيف بن سعيد المعولي تخصص هندسة الحاسوب عمر بن محمد بن حمد السليماني عباس بن رضا بن حسن اللواتي وسامة بن ناصر بن سعيد الحاتمي عاهد بن عمار بن الضب الظهلي ويسام بن علي بن مرهون الهاشمي محمود بن سالم بن حمد القطيطي ناصر بن هاشل بن مصبح السعدي مهند بن عبدالحكيم بن عبدالله الفارسي لؤي بن خالد بن سيف الصبحي ناصر بن خميس بن ناصر الرشادي وعبدالله بن سعيد بن عبدالله الحمداني تخصص مسح الكميات شهاب بن خميس بن شهبار السليمي عمر بن محمد بن مهنة القنوبي أحمد بن سعيد بن علي المقبالي سعيد بن طالب بن سعيد السيابي وسامة بن ضحي بن عديم البكري وحسين بن عبدالعزيز بن جواد اللواتي تخصص الهندسة المعمارية سلطان بن خلف بن حمد الذهلي أحمد بن سالم بن سلام الحراصي عابد بن محمد بن موسى البلوشي صالح بن سيف بن سالم الشكيلي حمد بن سليمان بن سالم المقبالي مالك بن صالح بن خميس اليعربي ونوفل بن محمد بن راشد القطيطي كلية الهندسة والتكنولوجيا قسم الهندسة البكالاريوس التقني تخصص الهندسة الكهربائية الريان بنت مبارك بن خميس الحراصية هبه بنت بدر بن عيسى الصالحية ذكرى بنت عتيق بن رامس الرشيدية إسراء بن سالم بن خلف الناعبية مروه بن صالح بن يوسف لبلوشية عزيزة بن سيف بن سليمان الحضرامية وجود بنت عبدالله بن محمد العبرية وزمزم بن سالم بن علي البلوشية البكالاريوس التقني الهندسة الكهربائية أنفال بنت خميس بن عبيد القطيطية البكالاريوس التقني تخصص الالكترونيات والاتصالات نسيبها بنت عيسى بن هلال الخروصية موزه بنت حمد بن سليمان السريرية ملك بنت بدر بن ماجد المعمرية طيف بنت خليفة بن سالم العبرية موسيقى نور بنت حمود بن ناصر البشرية موسيقى حفصة بنت خالد بن ناصر القواطعية موسيقى نهروان بن سيف بن ناصر المزيدية موسيقى اخلاص بنت يوسف بن سيف العامرية موسيقى ابتسام بنت شامس بن عبدالله الخروصية موسيقى 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 فاطمة بنت خليفة بن محمد الحسنية موسيقى موسيقى نوف بنت سعيد بن سليمان الربيعية موسيقى موسيقى نوف بنت عبدالله بن محفوظ المشرفية موسيقى موسيقى ازهار بنت عبدالله بن سعيد الحراسية موسيقى موسيقى الهام بنت خلفان بن سالم السنانية موسيقى مآثر بنت علي بن سعود لبلوشية أنوار بنت علي بن حمود لفليتية نور بنت ناصر بن محمد الحوسمية رواند بنت حمد بن محمد الخروصية وولاء بنت محمد بن سليمان المجرفية البكالاريوس التقني هندسة الإلكترونيات والاتصالات هناء بنت سالم بن حميد الغافرية مريم بنت علي بن سليمان الجامودية هاجر بنت عبد العزيز بن محمد البريكية حفصة بنت خليفة بن خاطر البدرية وريم بن خميس بن سالم الهطالية البكالاريوس التقني هندسة الحاسوب حفصة بن سعيد بن سيف الخوالدية وحورية بنت حمود بن ناصر الصبحية الدبلوم المتقدم التقني تخصص الهندسة الكهربائية شهد بنت عبد الله بن محمد السالمية وأمل بنت خلفان بن حارث الذهلية تخصص الإلكترونيات والاتصالات نور بنت حمدان بن سالم الشبيبية آيه بن سالم بن شنون الحضرامية أمجاد بنت حمد بن علي الصالحية نسرين بنت محمد بن علي الخروصية وطيف بن طالب بن خلفان السريرية تخصص هندسة الحاسوب زهرة بنت عبد الله بن خميس الهطالية وجهاد بنت خميس بن حميد الخوالدية الدبلوم التقني تخصص الهندسة الكهربائية هدي البنت ناصر بن سعيد الخروصية بيان بنت أحمد بن سيف البحرية وموزه بن سالم بن سليمان العوفية تخصص الإلكترونيات والاتصالات عبير بنت عباس بن عبد الله الحراسية زهراء بن صالح بن سعيد الفضيلية عذاري بنت علي بن ناصر الجهورية ومرام بنت علي بن مبارك العامرية تخصص هندسة الحاسوب مزنى بنت محمد بن سالم البلوشية تخصص مسح الكميات ثريا بنت خلف بن مصبح الغافرية ريمة بنت مصبح بن طويرش المخمرية وعفراء بنت بدر بن سيف الغافرية تخصص الهندسة المعمارية حور بنت علي بن سالم الخروصية ودليله بن سالم بن ياقوت الجشمية نشكر صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي بن محمود آل سعيد الموقر راعي الحفظ ونبقى الآن مع عرض مرئي موسيقى اشتركوا في القناة 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 مساعداً كلية كلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كوثر اشتركوا في القناة 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 يمنا بنت عبد الكريم بن عبدالله البلوشية أشجان بنت خليفة بن راشد الغافرية دانا بنت سعيد بن مصبح الرشيدية سارة بنت خلفان بن محمد الفلاحية غدير بنت خميس بن علي السيابية وغدير بنت عبدالله بن علي الغافرية الدبلوم التقني تخصص الشبكات ناهد بنت حمد بن مصبح السابعية ورود بنت مسلم بن سليمان الصالحية أسمهام بنت حمود بن حمد الذهلية إبا بنت خميس بن سيف الشكالية كوثر بنت سعيد بن حمد الفاخرية صفية بنت عبداللطيف بن موسى الفارسية سلوى بنت محمد بن سالم الشريانية فاطمة بنت درويج بن سعيد الشموسية سهيلة بنت علي بن سعيد البلوشية سوى بنت سعيد بن علي الغافرية سلمة بنت راشد بن سعيد الهطالية بلقيس بنت بدر بن عامر الهطالية صفاء بنت ناصر بن سليمان السيابية مروة بنت حمد بن سالم المعولية بشائر بنت سالم بن حمدان القهورية حواء بنت محمد بن قابر الهطالية مزنى بنت راشد بن محمد الكلبانية فهيمة بنت محمد بن عبدالله الهشامية ميساء بنت خليفة بن سيف المكدمية ناهد بنت ناصر بن حميد المعمرية مروة بنت سليم بن علي الغافرية خلود بنت حمود بن أحمد الزجالية دنيا بنت عبدالعزيز بن راشد الظويانية نوف بنت توفيق بن بدوي السلطية نعيمة بنت خميس بن محمد الغافرية فاطمة بنت عوض بن سيف الهطالية رؤى بنت سعيد بن حمد الربخية تريا بنت ناصر بن عبدالله الذهلية نوف بنت خالد بن سالم البوسعيدية يقيم بنت يوسف بن شهداد البلوشية أسماء بن محمد بن مبارك الغاشرية وقدام بنت سعود بن سالم الهطالية لبناء بنت أكرم بن مراد البلوشية ورؤى بنت حمود بن ناصر الصبحية تخصص تطوير البرمجيات رؤى بنت مبارك بن سالم الهطالية ملاك بن طالب بن سعيد الحسنية إخلاص بنت سعيد بن خلف البحرية الصفاء بنت سليمان بن راشد الويهية شذا بنت هلال بن علي الصبحية قهام بنت علي بن مبارك الجهورية العنود بنت خصيف بن سعود الريامية ولاء بنت حبيب بن محمد الصبحية نور بنت سعيد بن سليمان الربعية ريا بنت سعيد بن راشد السيابية ومزنى بنت سيف بن سالم النوفلية نشكر الأستاذ خليفة بن زايد بن سويد البكري رئيس قسم تقنية المعلومات كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال ندعو الدكتورة عزيزة بنت عبد الله بن حميد القمشوعية رئيسة قسم إدارة الأعمال للمشاركة في تسليم الشهادات كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال قسم إدارة الأعمال البكالريوس التقني تخصص إدارة الموارد البشرية غالب بن علي بن سيف لعميري أمجد بن ياسر بن خلفان الهنائي مبارك بن سيف بن مبارك الخروصي وسعيد بن حمود بن عبد الله الجرادي البكالريوس التقني تخصص المحاسبة محمد بن ناصر بن سعيد الرمحي سيف بن سعيد بن ناصر الغافري بدر بن سالم بن حمد السناني الوارث بن خميس بن منصور السلماني عبد الوهاب بن علي بن خليفة الفارسي أحمد بن علي بن حسن المبيحسي عبد الرحيم بن محفوظ بن هاشل السيابي ليث بن صالح بن ناصر الفلاحي ووليد بن محمد بن يعقوب البوسعيدي بكالريوس العلوم المحاسبة حميد بن سالم بن حميد الغافري عادل بن سعيد بن طالب الصالحي وسيف بن هاشل بن راشد الضبعوني الدبلوم المتقدم التقني تخصص إدارة الموارد البشرية معاذ بن علي بن حمود البدري تخصص المحاسبة معتصم بن إبراهيم بن غلام البلوشي ويوسف بن جمعة بن خميس الحبسي تخصص التسويق عبد الله بن خلفان بن هاشل العويسي وعمر بن خليفة بن سيف المعمري الدبلوم التقني تخصص إدارة الموارد البشرية سعيد بن محمد بن سعيد البلوشي أسعد بن عبد الله بن محمد الفليتي محمد بن درويش بن محمد المقبالي علي بن حسد بن عبد الله البلوشي ليف بن يوسف بن سيف السيابي سعد بن خليفة بن جمعة الخنبشي إدريس بن محمد بن سعيد الرواحي سالم بن مسعود بن خميس الجرادي ماجد بن راشد بن صالح النعبي الخطاب بن سرور بن سلام البحري نزار بن خالد بن محمد السويدي حسين بن علي بن خلف المعولي كوميل بن حمدان بن صالح العجمي أحمد بن حمد بن حمود الذهلي عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صالح البلوشي محمد بن خالد بن سالم الرحبي محمد بن خالد بن علي العبري آدم بن أمير بن سالم النعبي أمجد بن أحمد بن محمد الفارسي وقيس بن عامر بن صالح السيابي تخصص المحاسبة أسامة بن ناصر بن عبدالله الشامي محمد بن سعيد بن طناف القريني يوسف بن أحمد بن فيردات البلوشي سيف بن طالب بن سيف القريني الهيثم بن هلال بن حمد الحراصي سيف بن سليمان بن علي السالمي حمد بن يعقوب بن سالمين الجابري محمد بن سالم بن عمر الشقصي مصعب بن عبدالعزيز بن سليمان البلوشي علي بن خميس بن آدم البلوشي أحمد بن سيف بن مرهون العامري أحمد بن فاضل بن سعيد الغساني محمد بن مبارك بن سنان الغافري مؤيد بن خليفة بن جمعة الشيدي محمد بن سعيد بن طناف القريني مهند بن محمد بن راشد الحراصي محمد بن سالم بن خليفة الفلاحي هزاع بن محمود بن جمعة الحمداني مكتبى بن يوسف بن ناصر الفلاحي فيصل بن سعيد بن سيف الحضرمي سالم بن أحمد بن صالح المجيني وفيصل بن عبدالله بن سويد العبري تخصص التسويق ناصر بن خلفان بن جمعة الحزيري إياد بن عادل بن علي لبلوشي مدرك بن أحمد بن سبيل لبلوشي زكريا بن عمير بن عبدالله بن لبلوشي أحمد بن راشد بن سعيد العبري زهران بن سالم بن زهران الحضرمي عبد الرؤوف بن ضاحي بن غابش السعدي محمد بن صالح بن سيف المعولي المؤيد بن مبارك بن سعيد الغافري عبدالله بن سالم بن عبدالله الشكيلي اليقضان بن سيف بن راشد العبري الحارث بن ناصر بن محمد لبلوشي وسامي بن حمد بن سعيد الحسني البكالاريوس التقني تخصص إدارة الموارد البشرية عزة بن زهران بن حمد الناصرية عائشة بن تنبارك بن سعيد البلوشية باسمه بن سالم بن حمود العبرية ايمان بن زهر بن حمد الهطالية سناء بنت مبارك بن سالم السيابية فاطمة بنت محمد بن عبدالواحد الحمدانية قمراء بن سالم بن سليمان الحراصية مريم بنت مكتوم بن راشد العربية بثينا بنت حميد بن سليمان المنذرية ذكرى بنت محمد بن خليفة الحراصية صفا بنت راشد بن فاضل الفهدية ومنار بن سالم بن ناصر المعولية بكالاريوس العلوم إدارة الموارد البشرية ردينا بنت حمد بن هاشل الرشيدية العنود بنت حمد بن ناصر الحسنية وجواهر بنت مرهون بن حمد السعدية البكالاريوس التقني تخصص المحاسبة أروه بنت حمد بن حمدان الشكيلية طيف بن سرور بن درويش الغافرية انوار بن سعيد بن عوض الحضرامية مآثر بن سعيد بن حمود البلوشية بلقيس بنت راشد بن سعيد الغدانية زينب بنت عبدالله بن خليفة الخنبشية خولها بنت خميس بن علي العربية ماريا بنت عياد بن نصيب الحراسية انتصار بنت حمود بن علي السيابية ياسمين بن طالب بن سالم الشكيلية رويدة بنت خليفة بن سليمان الكيومية خلود بنت خالد بن محمد الرحبية طيف بنت علي بن سعيد البحرية سارة بنت يعقوب بن يوسف البلوشية هاجر بن سالم بن سليمان الإسماعيلية رودينا بنت ناصر بن أيوب السالمية سهيلة بنت شيخان بن مبارك البحرية ريم بنت راشد بن سالم العدوانية علياء بنت مسعود بن ناصر العبرية هاجر بنت خليفة بن سليمان الغافرية موزه بنت حمد بن حارب الحراسية راوية بنت عبد الله بن هلال البحرية اسماء بنت درويج بن زاهر الشريقية أميرة بنت هلال بن محمد الحراسية ودعاء بنت سعود بن سعيد المعولية بكلاريوس العلوم المحاسبة أسماء بنت أحمد بن خميس البلوشية هاله بنت هلال بن طالب الغافرية يمنى بنت حمود بن مبارك الفليتية ساره بن سالم بن سعيد السلامية عذاري بنت خميس بن خليفة الغافرية ساره بنت حمد بن حميد الهال طالية أروى بنت راشد بن خميس السالمية انتصار بنت ناصر بن عامر اليحمدية وزليخة بنت حمد بن عبد العلي العجمية تخصص التسويق انفال بن سالم بن محمد السعيدية انفال بنت فاضل بن عامر السعيدية الدبلوم المتقدم التقني تخصص إدارة الموارد البشرية لا بنت عبد الله بن هاشل العجمية ملوك بنت ناصر بن عبد الله الريامية بدور بنت حميد بن خلفان الحمحمية خلود بنت سعيد بن مسعود الشخصية العنود بنت عبد الله بن سعيد الشكالية الدبلوم المتقدم التقني تخصص المحاسبة أمل بنت مبارك بن سعيد المغزوية عدراء بنت جمعة بن هديب القطيطية مؤثر بنت حمد بن سليمان الجابرية نصر بن سعيد بن سالم المغرقية إلهام بنت محمد بن علي العبرية دينا بتناصر بن حسين البلوشية ملاك بنت راشد بن سالم الرواحية ميار بنت مبارك بن سالم القرينية مريم بنت سيف بن راشد الخاطرية فرح بنت تعيب بن سالم المعولية خلود بنت علي بن عبد الله الشكالية أماني بنت حمد بن ناصر الجابرية هاجر بنت عبد الله بن حميد الجرجرية سنا بنت سليمان بن سلام العبيدانية ضحى بنت سلام بن نصيب الحراسية مريم بنت محمد بن عيسى البلوشية زكية بنت سرور بن سعيد البشرية سارة بنت سالم بن المر الغافرية منار بنت أحمد بن حمود الحضرمية ريهام بنت خميس بن راشد المحذورية هاجر بنت علي بن ثاني الهطالية دبلوم العلوم المتقدم المحاسبة مآثر بنت جمعة بن ربيع النوفلية الدبلوم التقني تخصص إدارة الموارد البشرية مروى بنت خلفان بن سالم البكرية ريه بنت صالح بن محيل الهطالية حوريه بنت مرهون بن مبارك اليحيائية نوف بنت علي بن المر القويطعية العنود بن جسليمان بن سالم المزيدية يقين بن صادق بن خميس العجمية حسناء بن سعيد بن علي الحارثية جوخة بن خالد بن عبدالل الغفيلية مروى بنت مهنة بن حمد اليعروبية دنيا بنت عبدالله بن سليم الغفرية تخصص المحاسبة هيا بنت درويش بن جابر البلوشية شيماء بنت صالح بن سعيد الهطالية أفراح بن سيف بن سقر المقبالية ريم بن حمد بن خلفان اليحيائية هبا بن سعيد بن غابش البلوشية نور بن سعيد بن عوض الحضرمية أميرة بنت مرهون بن ناصر الغفيلية روان بنت مطر بن مرهون الغافرية عائشة بنت راشد بن سعيد السنانية هالا بنت حمد بن سعود العبرية أسماء بنت سليمان بن خميس الفليتية ملوك بنت مبارك بن ناصر القرنية إيمان بنت بدر بن محمد البحرية وجدان بنت عيسى بن صالح الذهلية شروق بنت سالم بن مصبح الصلطية وشذاب بنت فاضل بن حمود البريكية تخصص والتسويق إسراء بنت مرهون بن ناصر الهطالية إسراء بنت أحمد بن ناصر الصبحية أصيلة بنت درويش بن علي البلوشية ماريا بنت يوسف بن خميس البوسعيدية زينب بنت عبد الله بن يوسف البلوشية إيمان بنت سعيد بن محمد العبرية شيخة بنت محمد بن خميس الكيومية ملاك بنت سعود بن هلال الجابرية حنيفة بنت حبيب بن محمد كريم وذكرى بنت ناصر بن سعيد الصبحية نشكر الدكتورة عزيزة بنت عبد الله بن إحميد القمشوعية رئيسة قسم إدارة الأعمال ندعو سعادة الدكتور سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لتقديم هدية تذكارية لراعي الحفل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ندعو أعضاء مجلسي الجامعة بفرعيها المصنعة والرستاق ورئيسي المجلس الاستشاري الطلابي بالفرعين لانتقاط صورة تذكارية مع راعي الحفل نكون بختام هذا الحفل قد أنهينا جميع حفلات جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ونتقدم بالتهنئة الحارة لجميع الخريجين والخريجات ونرتجي لهم مزيدا من التقدم والرقي في ميادين العلم والعمل وننتهز هذه الفرصة لنتقدم من موفور الشكر والتقدير إلى صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي بن محمود آل سعيد الموقر راعي الحفل لتفضله بهذه الرعاية الكريمة وشكر موصول إلى ضيوفنا الكرام وكل من شرفنا بالحضور كما نشكر قناة عمان مباشر لتكرمها بنقل هذا الحفل وأخيرا ندعو للجميع ولعماننا الحبيبة بالرفعة والتقدم والازدهار تحت الرعاية الكريمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان حيثم بن طارق حافظه الله ورعاه كان معكم في التقديم أسعد بن طلالي اليعربي أرين بن زكي بن زكريا العميرية أمنيه بنت عبدالله بن خميس العويسية شيخه بنت عبدالله بن محمد السعدية أحمد بن مسعود بن خصيب السلامي وروان بن راشد السعدية وتقبلوا تحية المخرج الميداني عبدالله بن أحمد الحضرمي وهذه تحيات محدثكم عمار بن مسعود بن محمد الصوتي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد اشتركوا في القناة قد اشتركوا في القناة قد اشتركوا في القناة قد اشتركوا في القناة اعطائها قد اشتركوا في القناة الافرق يطرر نحن لسنا البتبن نحن امتداد فدات اسم أقوادنا قامت ما وجدنا نحن لسنا البتبن نحن امتداد فدات اسم أقوادنا قامت ما وجدنا نشعل الشمس على أوج درعنا يار الثاني في بسره يمّر أخبر الداري خوال أمجد عنا نحن من فالة ريال تماننا أخبر الداري خوال أمجد عنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة